ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وايضا نرحب بضيوفنا الكرام فاهلا ومرحبا بكم عزائي الضيوف ان من اهم الامور التي حث عليها الاسلام هو العمل الصالح يعني ان الانسان الكاد على عياله مدحة في روايات اهل البيت عليه السلام حتى انه اعطي ثواب المجاهد في سبيل الله فعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله وكما تعلمون ان ثواب المجاهدين في سبيل الله هو الجنة بل ان حسنات المجاهدين لا تقوى على ان تحصيها الملائكة لكثرتها وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال كل حسنات ابن آدم تحصيها الملائكة الا حسنات المجاهدين فانهم يعجزون عن علم ثوابها يعني حتى الملائكة لا تعلم ما اعطي المجاهدون من عظيم الثواب فاذا ان الكاد او العامل الذي يعمل لأجل ان يكسب قوت عياله هذا ثوابه كالمجاهد في سبيل الله بل ان ثوابه اعظم من ثواب المجاهدين في سبيل الله وهذا ما ورد عن الامام الرضا عليه السلام حيث قال الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهدين في سبيل الله اذا ان ثواب العامل والكاد على عياله اعظم حتى من المجاهدين في سبيل الله اعظم حتى من ثوابهم الذي هو يعني ثواب المجاهدين ما اكو فوق ثواب ومع ذلك فان الكاد على عياله اعطي ما لم يعطى حتى المجاهدون في سبيل الله شيخنا بل فضل انت تم صحب التجارة والغنى واكو بعض الروايات تذم الغنى احسن سأل اخوكم علي يقول الروايات اللي ذكرتها تحث على العمل وعلى التجارة وعلى الطلب الحلال ففي قبال هاي الروايات اكو روايات الذم الغنى وتشجع على الفقر فمن منكم اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال شيخنا بل فضل الغنى الموجود بالروايات اللي يجي بالحرام احسنت اجاب اخوكم حجة الله يقول ان الغنى الذي يؤدي بصاحبه الى الحرام هذا اللي نهت عن الروايات ذمته او ان هذا الغنى يؤدي بالانسان الى سوء العاقبة يعني اكو بعض الاعمال الانسان اذا يسويها يستمر عليها راح يتخليه يترك اعماله يترك عباداته مثل انه الانسان يترك الصيام ويروح يشتغل هذا هنا العمل مذموم ليش لان انت هنا تركت فريضة فانت ما لازم تترك الصيام وتروح تعمل فتعمل على قدر قوت يومك ويكفي فهذا الغنى اللي ذمت الروايات هو الغنى اللي يؤدي بالانسان الى سوء العاقبة او الى ترك الفرائض او يكون هذا الغنى مكسوب من طريق غير شرعي فهذا الغنى يذم في روايات اهل البيت ويمدح في قباله الفقر يعني في قبال هذا الغنى يكون الفقر احب الى الله عز وجل واحب الى الانسان من ان يلقي بنفسه الى التهلك اما ان ان كسب الحلال مذموم فهذا مما لا اصل له لان الروايات الواردة عن اهل البيت عليه السلام شجعت على العمل وحتى ان الاسلام قام باموال خديجة وان ترك العمل يورث الهم في روايات اهل البيت عليه السلام اللي يترك العمل يورث الهم وترك العمل ايضا من الكسل والكسل ايضا ذم في روايات اهل البيت عليه السلام الكسل يضر بالدين والدنيا هاي وارد عن اهل البيت عليه السلام فإذن العمل المذموم والكسب المذموم إذا كان يؤدي بالإنسان إلى سوء العاقبة أو يؤدي به إلى ترك الفرائض أو يكون هذا العمل يكتسب من طريق فائد شرعي مثل إنسان يروح مثلاً يشتغل في مكان محرم فهذا هنا منهي عنه يكون الفقر أحب إله فإن شاء الله يكون الجواب واضح وإن شاء الله تكونوا استفاديتهم اليوم إذن أعزائي المشاهدين بهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة